عزيزي المشاهد خذ لحظة من وقتك وضغط على زر سوبسكرايب ثم زر الجرس لتتوصل بجديد فيديوهات القناة السلام عليكم متابعين الكرام حبايا في ساتة تقنية ورحبكم مع هذا الفيديو الجديد حلقة هذا اليوم سنخصصها لطريقة عمل ميرورينج ستريم من أي هاتف أندرويد إلى شاشة التلفاز ستقولون أنه لا يجب علي أن أفعل هذه الطريقة إلا بتفعيل الميرورينج ستريم المتواجد في الهواتف الحديثة وهي خاصية لا توجد في جميع الهواتف ستقول أيضا أنه لا أتوفر على سمارت تيبي ستقول أني لا أتوفر على كيبل وتجي وكيبل HDME لربط طبعا الحال الهاتف مع التلفاز ستقول أيضا أنني لا أتوفر على كابل HDME لربط التلفاز مع الحاسوب ومن الحاسوب إلى الهاتف وطرق معقدة إخواني الأكارم يعني كلكم ستقولون أنني لا أتوفر على هذه الأشياء ولكن أريد طريقة بسيطة من أجل ربط الهاتف مع التلفاز سكرين وليس فيديو لأننا ستطرقنا لمجموعة من الحلقات بخصوص طبعا الحال عمل بت أمترويو خاص بالقنوات IPTV من الهاتف إلى التلفاز عملنا حلقة أيضا لطريقة طبيعية الحال ستريم فيديو يعني الكونكت من هالهاتف إلى التلفاز تعلمنا أيضا كيفية عمل بت منطلاقا من مواقع طبيعية الحال التي تقدم خدمة الفيديو كيوتيوب دايلي مونشن وغيرها أو المواقع التي تتوفر على قريء فيديو يعني ثلاث حلقات أو أربعة تعلمنا من خلالها طريقة عمل بت من الهاتف إلى التلفاز باستخدام جهاز استقبال فضائي يتوفر على خاصية DLNA أو لكرومكاست أو أي خاصية المهم DLNA هي متاحة ومتواجدة في أغلب أجهزة الجيلة الثاني والثالث والرابع وهي خاصية كما قلت لكم وأشرت في مجموعة من الحلقات أنها تمكنك من عمل بت يعني فتح سيرفر مشترك بين الهاتف والجهاز انطلاقا من الشبكة الواي فاي المنزلية ستقول لي أيضا أن الخاصية أو خاصية DLNA لا يمكن من خلالها عمل بت لسكرين شوت إلى جهاز التلفاز ولكن سأؤكد لك هذا إن شاء الله في هذه الحلقة بمجموعة من التفاصيل والطرق التي ستفقدك أكيد يلا بنا أول شيء لتفعيل هذه الخاصية سنضط على الزر ماني ثم طبعا الحال سنبحث على ميليتي ميديا كما هو مبيل لكم ونتورك ونبحث على خاصية DLNA طبعا الحال تختلف البرنامجة وشكل جهاز الاستقبال إلى آخر ولكن وجب عليك أن تبحث على DLNA والDMG مباشرة سيتم عمل وصل لتطبيق طبيعة الحال خاصية لكتور ميليتي ميديا VLC بلاير OBS كاستر سير كروم كاست أو EPNP وDLNA واروكو ميراكاس وأشياء أخرى أكيد سأختار طبعا الحال DLNA لأنها هي الخاصية المتواجدة لدي وسأضغط على سان بلاس وهي اسم جهاز الاستقبال الذي طبعا الحال نشتغل عليه في هذا الفيديو يعني بعد الضغط طبعا الحال على سان بلاس مباشرة سيتم عمل ربض اتصال بين التطبيق وبين جهاز الاستقبال وكما تلاحظون وتشاهدون عزائي في كل مكان أنه تم طبعا الحال تحويل صورة سكرين من الهاتف إلى التلفاز ويمكنني أن اقتار أي تطبيق أو حال طبعا الحال على أي تطبيق خاص بالمشاهدة يمكنه طبعا الحال دخول إلى يوتيوب تطبيقات خاصة طبعا الحال بمشاهدة القنوات الفضائية عبر تطبيقات وهي كثيرة وسبق لي أن تطرقت لها في مواضيع سابقة ستكتشفها في الروابط المرفقة لذلك سوف نعمل طبعا الحال تجربة لتطبيق خاص بالمشاهدة وهو بريما تيفي تطرقت له أيضا في إحدى الحلقات يعني هذه هي واجهة التطبيق ولاحظوا أنه عندما تم طبعا الحال تضوير شكل الشاشة أو تضوير شكل الصورة فتغير أيضا في التلفاز يعني هذه طبعا الحال قناة سأختارها لكم أمامكم هذا إعلان أكيد سيظهر الإعلان أيضا في التلفاز مباشرة سوف نقوم بتكبير الشاشة لتظهر طبعا الحال بحجمها الطبيعي ويعني الصورة غنية عن كل التعليق يعني بصراحة يعني كل شيء أمامكم تلاحظون أنه فعلا هذا الإعلان الذي يشتغل لقطاته هنا وهناك نسبة التأخير طبعا الحال لا تتجاوز 3 ثواني وأربع ثواني وهذا أمر طبيعي جدا لأنه يتم مباشرة تحليل يعني تحليل طبعا الحال الصورة وإعادة إرسالها بجودة قوية ورائعة يعني كلما تكون جودة قوية ورائعة كلما طبعا الحال تتأخر الصورة بشكل نسبي وهذا طبعا الحال هو شكل السكرين بين التلفاز وأيضا الهاتف أدرككم مع طريقة التعامل مع التطبيق إذن إخواني الأكارم سنقوم الآن بطبيعة الحال توضيح مجموعة من الأمور وتقديم لكم مجموعة من المعلومات بخصوص تطبيق سكرين ستريم الذي ستجدون رابطه مرفق في صندوق الوصف وأيضا أسفل هذا الفيديو عبر مدونات ساد التقنية إذن على بركة الله هذا هو طبيعة حال التطبيق عند الدخول إليه فوجهته بسيطة سننتظر إلى أن يتم مباشرة التحقق من الخذامات بعد هذه المرحلة سيطلب منك أن تقوم بتفعيل الميرورينغ في الهاتف إذا كان هاتفك طبيعة الحال يقبل خاصية الميرورينغ فسيتم مباشرة تفعيلها إذا لم طبيعة الحال يقبلها فلا يمكن أن يقوم بتفعيلها أحبائي في كل مكان وكما تشاهدون أعزائي في كل مكان هذه طبيعة الحال هي واجهة التطبيق وللإشارة فقط في هذا السكرين الذي أسجل هو من جهاز الكمبيوتر في الكود المتواجد أو في طبيعة الحال في رابط البت اللي هو 192-68-1-2-5-5-5000 سلاش سكرين لكي نتأكد هل فعلا هذا هو الشيء الذي أقوم به سأقوم مباشرة بفتح كاميرا الهاتف لكي ترون النتائج بالشكل الذي هو أمامكم يعني الآن متصل على جهاز الكمبيوتر أقوم بعمل سكرين وبت طبيعة الحال للحلقة إذن سوف نقوم مباشرة بإتمام هذا الشرح وإتمام طبيعة الحال ما بدأنا وهو بخصوص هذا التطبيق سأعود إليه مباشرة ونلاحظ على أنه هناك واجهة واختيار عفوا في الأعلى وهو اختيار خاص بالخصائص الذي طبيعة الحال يتيح لنا إمكانية عمل بات نافيغاتر ويب وهذا الاختيار الذي يعني أنا عامل الآن وهو طبيعة الحال ميرورينج ديسبونيبل سيوغ كذا كذا للإشارة فقط هذا الرابط يمكنك طبيعة الحال أن تقوم بتشغيله مع أجهزة التلفاز الحديثة التي تتوفر على نظام يتوفر أيضا على تطبيق أو لا اختيار خاص بالمتصفح يمكنك طبيعة الحال أن تقوم بتجربتها مع أجهزة الاستقبال الفضائي يعني من نوع سمارت بوكس أو لا تيفي بوكس يمكنك طبيعة الحال أن تقوم بربطها مع جهاز الكمبيوتر خصوصا إذا كان أي جهاز أو أي قطعة تتوفر طبيعة الحال على متصفح يمكنك مباشرة أن تقوم بإعادة البت من خلال هذا التطبيق إذن الاختيار الثاني وهو طبيعة الحال إلكتر ميلتي ميديا هذا الاختيار طبيعة الحال عندما قمت بالضغط عليه تم توقيف طبيعة الحال هذا الاختيار ما علينا مباشرة لدينا اختيار VLC Media Player OBS وهو طبيعة الحال اختيار يمكنك من عمل ربط بين هذا الهاتف و VLC من خلال كود ميرورينج ستجدونه أيضا مرفق له TCP.192 كذا كذا بورت 5000 يعني أنه يمكنك أن تشاهدها عبارة على قناة في VLC فمثلا أنا لدي برنامج VLC عندما سأدري طبيعة الحال رابط البت عليه مباشرة وسنقوم بمشاهدته على شكل طبيعي أو لعبر برنامج OBS على جهاز الكمبيوتر اللي عمل بط مباشرة طبيعة الحال من خلال يعني من خلال طبيعة الحال سكرين الهاتف إلى موقع يوتيوب و فيسبوك اللي عمل طبيعة الحال بط لمباراة وما إلى غير ذلك ثم اختيار كاستر سير كروم كاست UPNP DLNA Roku وإلى غير ذلك يعني ميرا كاست ميرا سكرين وغيرها يعني يمكنك طبيعة الحال من خلالها أن تقوم بعمل سكرين من الهاتف إلى القطعة التي يتم مباشرة ربطها مع أي جهاز تلفاز إذا كان جهاز استقبال فضائي فأنا أستخدم دهينو ستار تيفون وجهاز آخر سبق لي وأن تطرقت له له إيكولينك ترنادو فيرب عميني يمكنك طبيعة الحال اقتناء مجموعة من القطع كالميرا كاست ميرا سكرين كروم كاست EPNP DLNA Roku كلها طبيع الحال قطع تساعدك على فتح يعني سيرفر محلي داخل شبكتك سواء عبر الواي فاي أو يتم طبيع الحال فتحه عبر الهاتف مباشرة ثم تقوم مباشرة بإعادة بات ما تشاهده طبيع الحال في السكرين وبالنسبة لهذا التطبيق هزائي في كل مكان فهو يشتغل على نظام أندرويد يعني نسخة خمسة يعني فما فوق وأيضا على الهواتف التي تتوفر على روت إذا كان هاتفك طبيعي الحال لا يتوفر على روت يجب عليك أن تقوم بعمل روت له لكي يتم مباشرة عمل سكرين منه إلى أجهزة التلفاز وكما قلت لكم يجب على هاتفكم أن يتوفر على نظام أندرويد نسخة خمسة أكيد إذا وأنا الآن وقبل أن أنهي هذه الحلقة أعزائي في كل مكان يجب علي أن أتكلم وأتحدث معكم مباشرة لربما قد يشك أي شخص منكم أنني يعني أعمل يعني شي قوالب ولا ذير شي فيديو لور ولا شي حاجة بحلقة المهم باش نأكد لكم ونأكد الإخوان لكي يشكوا أما لفان الله الحمد لله دائما كي تيقوا فينا ودائما كي يحفزونا وكي يشجعونا باش نعطيكم حلقات من هذا النوع اللي كان أعتبر طبيعة الحلقات يستاهلها الشخص اللي محتاج أما الشخص اللي ما محتاج شو عنده طبيعة الحل الخير فلا داعي أنك تشاهد الحلقة وتبدأ تربينا في كومنتر لأن التعليق ديالك مباشرة كان أعتبره نيجاتيف ومرفوض لذلك إذا كنت محتاج إلى هذه التجربة شاركها مع أصدقائك لماذا لا تجد أن تشارك طبيعة حلقات ساعدة تقنية مع أصدقائك فدهم على الأقل بشيء سيحتاجونه إن شاء الله سواء عبر هذه الشاشات أو كاتوديك أو عبر أجهزة استقبال فضائي كيفما كانت المهم تكون تدعم خاصية ديال نا إذا لم تكن تتوفر على جهاز استقبال هناك قطع ديال نا تعمل ميراكاست تقريباً تمديا لهمية درهمية وعشرين درهم ما غاليهاش كترك مباشرة مع الجهاز التلفاز اللي هو يعني ألسا دي من هذا النوع إلا ما عندك شرية سيبتورة طبيعة الحلقة كيفما قلت لكم كيدعم هذه الخاصية وفي نفس الوقت كتستفد أكيد من سكرين مبارايات أفلام برامج تكشي كله في تلفون الكلفازة إلى اللقاء